مشتاق لك يا المبتعين مشتاق لك يمتترين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين لا زلنا في رحاب إمام الكون عليه السلام في لطفه وأحسانه ومنه في رحمته في إشفاقه في رعايته لو لا رعايته لصطلمنا الأعداء هو صاحب الكون عليه السلام عليه مسؤوليات عظام جسام هذا الكون مرتبط بوجوده روح فداه إذا والعياذ بالله غفل أو ترك هذا الكون لثانية واحدة أطبقت السماوات على الأرض لأنها باقية بوجوده سلام الله عليه فإمام الكون عليه السلام يحضر لكل أحد من شيعته هو غائب عن أعدائه ومتصل بأوليائه أوليائه إذا غابوا عنه غاب عنهم إذا أتوا إليه أتى إليهم إذا طرقوا بابه استجاب لهم إذا هو هذا صاحب الكون عليه السلام هو الأب الرحيم لشيعته ولغير شيعته الأب الرحيم الذي فيه تنزل علينا البركات منه ومن وجوده في هذه الدنيا تنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض هنا قصة لطيفة ولكن صاحبها لم يوفق لمعرفة إمام الزمان بل الأسواع من ذلك حتى عندما ذكر له الإمام قال له قل لهذا التاجر أنا محمد بن الحسن ما عرفه ذلك لسوء توفيقه فهنا هذا تاجر له علاقة بإمام الزمان على كل أحد منه أن يلتقي بإمام الزمان يعني يرى أنه إمام الزمان عليه السلام متصل به متواصل معه حتى التاجر انظر هنا في هذه القصة سأبدي بهذه القصة بعد لحظات سأتكلم هذه المقدمة هذه القصة أنه رجل بحراني هذا اعتاد على جماعته أنه يجعل نوبات ودورات سلسلة متصلة كل يوم في بيت أحد نفترض أنهم خمسة أشخاص كل يوم في بيت أحد يجتمعون تكون الوليمة على صاحب الدار ويجتمعون ويجلسون ويتذاكرون هذا الرجل البحراني وصلت نوبته وهو حاله ضعيف غير ميسور فذهب إلى الصحاري وإن يذهب لا أحد ينجيه ولا يخلصه ما وجهه لا يريد أن يبدله عنده غير الإمام سلامه الله ذهب إلى الصحاري ويستغيث وإذهب الإمام حضره والإمام أنجاه وأنجده وقال له اذهب إلى التاجر الفلاني وهذا التاجر الفلاني أكرم هذا البحراني لأنه التقى بالإمام وغير ذلك هذه مع أن القصة أن هناك علاقة بين التاجر والإمام إذن على التجار أن يعطفوا على وكلائي الله عز وجل عندنا في الروايات أنه الأغنياء هم وكلائي والفقراء هم مضمون الحديث أنه أبنائي فأنا أرسل أبنائي إلى وكلائي هكذا مضمون الحديث هذا أولا ثانيا أنه هناك علاقة بين التاجر والإمام ولذلك أنه أرسله الإمام إلى هذا التاجر وهذا التاجر موفق لأنه الإمام أرسل أحد ليغيثه هذا التاجر فهذه من نعم الله عز وجل على هذا التاجر أيضا أنه على التجار أن تحسن للفقراء وأن تخرج الخمسة والزكاة والواجب الشرعي لأن ورد من لا خمسة له لا صلاة له فعليهم أن يخرجوا الواجب الشرعي من أموالهم ليزكوا أنفسهم وأموالهم هنا هذه القصة روا أن جماعة من أهل البحرين عزموا على ضيافة جماعة من المؤمنين بشكل متسلسل في كل مرة عند واحد منهم وصاروا في هذه الضيافة وجعلوها نوبات على هذا وعلى ذاك وعلى آخر حتى وصلت النوبة على هذا البحراني المسكين الذي لم يكن له شيء فركبه من ذلك حزن وغم شديد لماذا؟ لأن من الصعب على الرجل أن تأتي وتطرق باب داره ولا يوجد عنده كسرة خبز ليقدمها لك هذه من العظام عند الرجال الذين لهم وجود ووقار في هذه البلدة أو بين الناس فهنا وصل ذلك الدور والنوبة عليه دخل في قلبه هم شديد فخرج من أحزانه إلى الصحراء في بعض الليالي فرأى شخصا حتى إذا ما وصل إليه قال له هذا الشخص وهو صاحب هذا الكون عليه السلام قال له اذهب إلى التاجر الفلاني وسماه باسمه قال له فلان بن فلان اذهب إليه وقل له يقول لك محمد بن الحسن عليهما السلام الله أكبر أي تواضع للإمام المعصوم الذي يذكر اسمه كأحدنا قل له يقول لك محمد بن الحسن ادفع لي الاثنى عشر أشرفيا كانت بوقتها تسمى أشرفية الأموال عندهم دينار ودرهم ودولار وغير ذلك كان أشرفيا يسمى التي كنت نظرتها لنا يقول هذا التاجر نظر أصنعش أشرفيا إذا قضيت حاجته فقضيت حاجته فالإمام يقول هذه التي نظرتها لنا أي نظرها لإمام مهدي عليه السلام اذهب واخذها فيقول يعني قال له التي نظرتها لنا ثم قبض المال منه وقال له الإمام إذا قبضت منه المال أصرفها في ضيافتك للذين أنت اهتممت بهم واستأت لأجلهم ودخل في قلبك هم وغم شديد فقال له الإمام اذهب لذلك التاجر وقل له أعطني هذا المال الذي نظرته للإمام المهدي عليه السلام لأنه قل له محمد بن الحسن عليهما السلام يقول لك أعطني الأمال التي نظرتها لنا فذهب الرجل إلى ذلك التاجر وبلغ الرسالة من الإمام المهدي إمام الكون عليه السلام إلى ذلك التاجر فقال له التاجر أقال لك محمد بن الحسن عليهما السلام بنفسه فقال البحراني نعم والله قال لي بنفسه أنه أنا محمد بن الحسن فقال له التاجر وهل عرفته فقال رجل البحراني لا هذا هو السوء توفيق هذا الرجل البحراني لم يعرف إمام زمانه وإمام الزمان عرفه باسمه وأبلغه بحوادث كثيرة لم يلتفت إليه أولا سمى له التاجر ثانيا قال له التاجر نظرا نذرا وثالثا أنه قال له أنا محمد بن الحسن عليهما السلام كل ذلك لم يلتفت إليه فقال له البحران لا لم أعرفه فقال التاجر ذاك صاحب الكون عليه السلام إمام الزمان المهدي عليه أفضل والصلاة والسلام وكنت أنا التاجر نذرت هذا المال له ثم أنه هذا التاجر أكرم هذا البحراني وأعطاه أموالا لماذا لأنه يقول تشرفت بلقاء إمام الكون أعطاه ذلك المبلغ وقال له أدعو لي لأنك تشرفت بلقاء إمام الكون عليه السلام فلو نلاحظ هذه القصة أنه لم نوفق لمعرفة إمام الزمان أي بعد نحن نبتعد عن إمام الزمان عليه السلام يعلمنا الإمام ويوضح لنا ويذكر لنا الغيب ويذكر اسمه ولم نوفق لمعرفته المشتكى إلى صاحب الزمان عليه السلام هنا يجب علينا أن نلتفت ونعي ونجعل قلبنا يحيى بذكر صاحب الزمان عليه السلام حتى أنه إذا رأيناه نوفق لمعرفته إن شاء الله تعالى هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنة الدائمة